السلام عليكم متابعي براما سبورت فوز منتخبنا بدعاء الوالدين بنتيجة 1-0 على منتخب بوتان هاي النتيجة أكيد جيدة عطفا على المستوى ما بدي يقول كارثي ما بدي يقول سيء مستوى مضحك مضحك جدا لأن إذا قلنا مستوى كارثي أو مستوى سيء فأنت هون عم يعني بتحكي عن طريقة الأداء طريقة اللاعبين بالتمرير لكن لما بتقول مستوى مضحك فأنت لا شفت لا أداء ولا طريقة لاعبين لا بالتمرير ولا بالتزديد حتى تزديدات اللاعبين اليوم منتخب الشباب كانت مضحكة جدا مضحكة 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 بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على كل حال قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو وما بظن يعجبك لأن بصراحة حرام حرام تضيع تسعين دقيقة من وقتك بمباراة أشبه بمباراة تهريج لا أكتر ولا أقل من اللاعبين من الكادر الفني من الناس اللي عم تشتغل بهذا المنتخب لأن ما أعطونا أي نوع من التفاؤل إنه ممكن حتى يعملوا نتيجة إيجابية أمام فيتنام اللهم إذا تغيرت الصورة وإلى الآن بعد مبارتين ما عم تتغير ما عم يتغير ولا شيء قبل ما نفوت بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل الاشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل أحيانا بقول الحمد لله بأن منتخب فيتنام فاز على منتخب بوتان بنتيجة 5-0 لأن كمان في استوانة عم تتكرر بالفترة الأخيرة منتخبات شرق آسيا عم تتطور يعني فتنا عم نفوت بدوامة إنه لازم نحكي إنه يا جماعة شو هالتطور لدى بوتان ولا لدى غوام ولا لدى بنجلاديش يعني عم بيروح عم بيخسر بالخمسة من فيتنام فهذا الشي يعني بأن هذا المنتخب غير متطور هذا المنتخب ضعيف هذا المنتخب ما عنده شيء لكن قدامك نعم عم بيظهر بأن منتخب متطور لأنك أنت كمنتخب ما عم تتطور ما عم تفهم كرة القدم يعني إطلاقاً لاعبين كادر فني خيارات تشكيلة كل شي غلط كل شي غلط بمنتخب الشباب يعني كم مباراة لعبته هذا الاستعداد اللي عملوا منتخب الشباب أنا ما بتذكر منتخبات الشباب السابقة عملوا نفس هذا الاعداد وهذا الاستعداد يعني بدك تستعد بي 80 مباراة لأجل منتخب بوتان وبنجلاديش وغوام لحتى تأدي مستوى لحتى تكون الخيارات صحيحة لحتى يكون اللاعب بمركزه أو بهذا الشكل المضحك جداً اللي شفناه مضحك مضحك يعني اللاعبة ما معرف أنا أنا استحيت عن مكان اللاعبين أنا أنا بصراحة متابع المباراة استحيت استحيت أني عم عم شوف المباراة مخجل مخجل الموضوع مخجل جداً كيف اللاعب ما بيستحي يعني كيف اللاعب ما بيخجل على حاله وأنه عم بيأدي هذا المستوى وعم بيأدي هاي الكارثة حتى أحمد كالو اللي سجل الهدف مستوى كارث رح أحكي عن لاعب لاعب لكن الشي اللي عم بنشوفه غير طبيعي يعني غير طبيعي إطلاقاً بدءاً من الأظهرة أحمد خليل وحسن محمود ما في يعني أحمد خليل ممكن بس لأن يعني بيلعب برجل اليسار نحط ظهير يسار ما عنده أي أي شي عن مركز ظهير اليسار ولا فكرة ولا أي فكرة حسن محمود ممكن دفاعياً جيد كظاهير لكن اليوم العرضيات اللي بيعملها لمنطقة الصندوق هي عرضيات لاعب مبتدأ مفهمان أساسيات كرة القدم أساسيات كرة القدم أنك أنت لما بتعمل عرضية يعني بتعمل هاي العرضية للجزء الحيوي بمنطقة الصندوق حسن محمود أي جزء ميت وطبعاً رأسه بالأرض وبيعمل هاي العرضية جزء ميت بمنطقة الصندوق وبيعمل العرضية شو استفدنا من كل عرضيات حسن محمود هاي الأظهرة أحمد أنا إلى الآن ما عفهمت محمود ممدوح وردة شو مركزه بمنتخب الشباب شو شو المكان اللي عم بيلعب فيه شو شو مركزه شو شو يعني حدا يفهمني ممدوح وردة بالتعليقات اللي تابع المباراة يفقى أنا ما بفهم يا أخي أنا ما بفهم بكرة القدم أنا بتمنى توضيح فكرة ممدوح وردة شو عم يعمل على أرض الملعب أحمد كالو آمنا وصدقنا مركز محور ارتكاز خط وسط ما بعرف يعني بس مستوى سيء على فكرة يعني رغم تسجيله للهدف المستوى سيء المستوى سيء جدا لا افتكاد كرة ولا استلام وتسليم ولا تغيير جهة ملعب ما ما في فكرة ما في شي يعني أنت أنت بهذا المركز مو فهمان شو عم تعمل مو فهمان ولا أي ولا أي شي الربط بين الخطوط ما في يعني فريخ مفكك تماما تروح على المهاجمين أنا سيد دهان طول المباراة عم بيلعب شي زهير جناح يسار بالجهة اليسرى شي بخط وسط صانع ألعاب شي ما لا مركز ولا بيفهم فيه بتلاقي التاني مصطفى ما جناح يمين ولا فهمان ولا يعرف شو عم يعمل بالملعب كاوا عيسى ويوشع كالناج كاوا عيسى انت يعني ما انك متغذي مو آكل شي يعني شو شو الوضع شو الترتيب معك لا ركض ولا حيوية ولا استلام ولا تمرير صاح ولا ولا أي شي ولا أي شي قارننا يعني طريقة اسلوبك بيبي هيسم كتشو لا يا أخي وينك وين هيسم كتشو لك هيسم كتشو كان عم بياكل الملعب أكل الملعب عم بياكله أكل شو عم تعمل انت كلاعب عمر عشرين ومو قدران آآ تركض عشرين دقيقة متل الخلق والعالم يوشع كالناج عم تلعب وانت أرفان انت وانا سدهان عم تلعبوا أرفانين يعني من من منتخب بوتان شو شو هالمستوى شو هالكارثة اللي عم تلعبوها طبعا هذا كل كل شي عم بحكي عن اللاعبين بيتحملوا الكادر الفني خطوط مفكك الفريق ما كل لاعب بيلعب بخياله يعني ما ما حدا ما حدا فهمان التاني ما حدا ما بتلاقي بهذا المنتخب وكأن مو لعبان مباريات استعدادية ولا فيه انسجام ولا شيء ولا فيه اللاعب الوحيد اللي كان فهمان استلام وتسليم فهمان شو عم يعمل بالملعب اسمه ويسام دخان ويسام دخان هذا اللاعب الوحيد اللي ممكن تشيله من من هذا المنتخب بمباراة بوتان وتقول انه حاول لا لا كان جيد يعني ويسام دخان كان جيد الباقية تحت الصفر لك تحت الصفر الكادر الفني شو عم يعمل مع هذا المنتخب شو هالاستعداد شو هالانتقاء شو هال يا اخي الانتقاء كمان يعني نص هاللاعبين صرنا نعرفهم من ايام مارك فوتا مهما هو لازم هذا المنتخب يتحسن يتطور عن منتخب مارك فوتا انا شايفه متراجع عن منتخب مارك فوتا لك ما عندك حجة حتى بموضوع بان احنا كل يومين عم يلعب مباراة لان منتخب بوتان بالفعل كان عم يلعب كل يومين مباراة انت استراحت لعدة ايام يعني المباراة الاولى امام بينجلادش قلنا ماشي الاداء سيء السفر الطويل هالمرة ما ما فينا نلاقي لك اي اعزار لا كادر فني ولا لاعبين ما ما فينا نلاقي لكم اعزار يا اخي شو شو بدنا نحكي يعني شو بدنا نحكي عن المستوى الكارثي اللي قدمتو كادر فني سيء طيب كادر فني سيء لاعبين سيئين طيب لاعبين سيئين شو بدنا نعملين كيف بدك تتأهل من التصفيات بهاي الطريقة وبهذا الاسلوب وبهذا الشكل شوف منتخب العراق عم بيفوز على بروناي 13 ولا حدا سائل انا تابعت اخر نتيق يعني لأ وصلت لتلتتعش الشوط الاول اتماني انا ما عمقول العاب مع ابو ثاني وفوز عشرة صفر ما حدا ضغط عليك يا اخي فوز ثلاثة صفر فوز اتنين صفر بس قدم مستوى ضيع فرص بكل الشوط الاول مضيع فرصة واحدة تبع كاوا عيسى الشوط الثاني ممكن فرصة فرصتين وانا سدهان ما بينلاعب بالجهة اليسرى ما بينلاعب بالجهة اليسرى وحتى كمان الشغلة اللي الاخرى اذا انا سدهان انت عم تلعب بالجهة اليسرى وعم تلعب بقرف فلا تلعب احسن يعني انت مننا انك عم تلعب بمنتخب الشباب نفس الامر كاوا ونفس الامر يوشا ونفس الامر كل هاللاعبين ليش يعني مستصغري من بوتان عم بيلعبوا احسن منك يعني وانتخب بوتان عم بيلعب احسن منك كانتشار على أرض الملعب بدك تقول متطور هذا المنتخب وين متطور عم يخسر من فيتنام خمسة بنفس مستوى برونايل اللي عم يخسر من العراق 13 بنفس مستوى جزر ماريانا الشرقية مع معرفة الشمالية مع معرفة الجنوبية اللي يخسر من الإمارات مبارح يعني بنتيجة عريضة هاي منتخبات انت لازم تأدي فيها مستوى تأدي فيها لعبة تأدي فيها تكتيك جمل تكتيكية كم جملة تكتيكية حافظ ما بتخجل انت واصل لعمر العشرين بدنا يعني نبحث عن جملة تكتيكية منك بدنا نشحط جملة تكتيكية من الكادر الفني يعني ها بصراحة من الكادر الفني واللاعبين شو بدكم شو الحجة شو المستوى هذا اللاعب اليوم ما لعب طيب ما لعب ليش ما لعب يعني مسؤوليتك ككادر فني ليش ما لعب ليش ما أدى ثلاث إلى أربع لعبين خمس لعبين أقل من السيء مضحك مستوى مضحك مضحك جدا أنت بتضحك أنه أساسيات كرة القدم ما بيعرفوها أساسيات كرة القدم لك حتى حتى بالكونترول لما بتجيك الطابة أنت الدوران الرأس حركة الرأس ما ما في ولا أنسى لكن ما ما في لاعب عم يعمل لك تكنيك صح بالاستلام والتسليم ما في لاعب عم يعمل لك هذا التكنيك لك ما في لاعب عم بيرفع راسه وعم بيلعب جريمة جريمة بصراحة أنك تتابع تسعين دقيقة بيعك كروي من كل اللاعبين باستثناء ويسام دخان مش عمان ظلم هذا اللاعب الوحيد اللي طلع برا هذا الفكر اللي شفنا فكر سيء جدا اللاعب اللي ما بيلعب من قلبه رب ما بتبحث عن الكرة لك الكيل خايف لك خايف يستلم الكرة لك الكيل خايف من منتخب بوتان من لعبة بوتان لك كيف بدك تلعب الدم فيتنام بهذا المستوى لك ما بتخجلوا ما بتخجلوا الله المستعان يعني ان شاء الله تتغير الصورة أمام غوامه بعد أمام فيتنام يعني ما ما بتعرف شو ممكن يصير مع هل لاعيب الشباب يعني لاعيب الشباب والله مو لاعيب الشباب يعني شوف لامين يمان بسسطع سبتعار سنة عم يلعب انت أساسيات كرة القدم ان احنا ما عمل ناقشك بموضوع التكتيك بكل هذا الفيديو نحنا ما وصلنا لمرحلة التكتيك على فكرة نحنا عم نحكي بأساسيات كرة القدم بأساسيات بالتكنيك تكنيك اللعب انتشار اللعب فهم اللعب لكرة القدم يلا نحنا ما وصلنا لمرحلة التكتيك صعب كيف بدك تشرح له مرحلة التكتيك وهو تكنيكيا سيئ ما هو الكنترول طبعه غلط الاستلام غلط القرار غلط لك انا سدهان اشتهيت يعمل لي قرار صح لك قرار صح اشتهيت يعمل بكل المباراة ما هو هاي المشكلة انت ما فيك تناقش تكتيكيا ما فيك تقول تكتيك اذا ما في تكنيك في مشكلة حقيقية بهذا المنتخب انه اللعب ما يعني مستوى اقل من العاب من السيء مضحك مضحك لا حول ولا قوة الا بالله هذا كل شيء هاب احكي بصراحة ان شاء الله تتغير الصورة ما مغوام بس يعني موضوع صعب موضوع صعب جدا اللعب حاسس انه كل اللعب عمره 30 35 ادى كل ما عليه بكرة القدم حاليا عم بمنننا انه عم بلعب بمنتخب الشباب يعني عم بيعطينا هاي الفرصة لنلاقي لنشاهد اخر سنواته مع المنتخبات وقرب الاعتزال في كلمة يعني هي بقلبي بس ما فيني احكيها لان ممكن اللي عم يشاهدنا يعني عوائل ممكن عم بتشاهدنا بس فيه كلمة بقلبي بصراحة يعني حسيت انه اللاعبين عم يعملوها قبل المباراة لانه مو طبيعي الوضع مو طبيعي اطلاقا اتمنى يعجوكم الفيديو تكونوا فصح وخير و سلامة ترجمة نانسي قنقر